الجزء الحام عشر ما هي الإحقياطات التي يجب اتخاذها في بعض تزاوض الخروط؟ وإذا أردتم لأخذ من النوع الأعلى فإن الحيوان الرايع يجب أن تختاروها وهذا سر عظيم لجماعة مئة خروط ويكون هناك على الأقل خمسة كبش لغرض التزاوض إن الخروط أب كبش يساهم في تسعين في المئة لتطور السائر من الجماعة ومن ثم فإن اختيار كبش جيد هو الهدف وتحت أي الظروف فلا يسفح للخروط أن تزاوض مع كبش المتأثر من مرض وفي حالة التزاوض فإنه يتقط الرياع المناصمة للتأكد من الخروط أنه لا علاقة دموية مع كبش المقلوب وإذا تبدل كبش في كل سنتين فإنكم تأخذون خروطاً سحياً جيداً بدون عاهد والله يوفقكم للخير آمين الجزء الحام عشر ما هي الإحتياطات التي يجب اتخاذها في بعض تزاوض الخروط؟ وإذا أردتم لأخذ من النوع الأعلى فإن الحيوان الراية يجب أن تختاروها وهذا سر عظيم لجماعة مئة خروط ويكون هناك على الأقل خمسة كبش لغرض التزاوض إن الخروط أب كبش يساهم في تسعين في المئة لتطور السائر من الجماعة ومن ثم فإن اختيار كبش جيد هو الهد وتحت أي ظروف فلا يسبح للخروط أن تداود مع كبش المتأثر من مرض وفي حالة التزاوض فإنه يتقض الريعية المناصمة لتأكد من الخروط أنه لا علاقة دموية مع كبش المقلوب وإذا تبدل كبش في كل سنتين فإنكم تأكدون خروطاً سحياً جيداً بدون عهد والله يوافقكم للخيل آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة